السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي التلاميذ يدو اليوم يخص مدى التربية إسلامية للجدع مشارك درس فقه المعاملات المعاملات المالية في الإسلام أحكامها ودوابطها النصوص المؤترة للدرس النصو الأول قال الله تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير سورة الحديد الآية 7 النص الثاني عن مطرف ابن عبد الله عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر قال فقال يقول ابن آدم ما لي ما لي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم النصو الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يرسل على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه المسلم المحور الأول قراءة النصوص ودرستها توتيق النصوص والتعريف بها التعريف بصورة الحديد صورة الحديد وهي صورة مدنية وعدد آياتها 29 آية ترتيبها 57 في المصحف الشريف نزلت بعد صورة الزلزل سميت بهذا الإسم لذكر الحديد فيها وهو قوة الإنسان في الحرب وسلم وعدته في العمران والبنيان اهتمت بالتشريع والتربية وبناء المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصحيحة والتشريع الحكيم والخلق الكريم نشاط الفهم وشرح المفردات شرح المفردات والعبارات مستخلفين فيه وكلاء ونوابا الهاكم شغلكم عن طاعة ربكم التكاثر التباري والتنفس في كترة المال والعز أكلت فأفنيت أنفقته على أكلك وشربك في الدنيا تصدقت فأمضيت الصدقة لوجه الله تعالى تصدقت فأمضيت الصدقة لوجه الله تعالى نفس فرج وأزال وكشف كربة شدة ومصيبة يسر ساعد وسهل المعسر من أسقلته الديون وعجز عن وفائها مضامين النصوص الأساسية المدمون الأول الله تعالى هو الملك الحقيقي للمال أما الإنسان فهو مستخلف فيه لينفقه في الخير المدمون الثاني مال الإنسان هو فقط ما استهلكه في مأكله أو ملبسه أو صدقة ندخلها لآخرته المدمون الثالث السعي في العمل الخيري السعي في العمل الخيري نفعل للناس من تفريج الكروب وعون المحتاجين وستر المسلمين تحليل محاور درس ومناقشتها تعريف المال والمعاملات المالية وكذلك دوابطها مفهوم المال المال لغة المال لغة هو كل ما يتمول وتميل إليه النفس وشرعا هو كل ما يمكن حيزته ويمكن الانتفاع به على وجه المعتاد شرعا إذن مفهوم المال في الإسلام لا يقتصر على العملات النقدية فحسب بل يشمل كل شيء له قيمة مالية مثل الماشية والسلعي والدوري والعقارات وسائل الممتلكات العينية والمالية مفهوم المعاملات المالية المعاملات المالية كل ما يجيز الشرع العمل فيه من أجل الكسب الحلال في مختلف المجالات الاقتصادية كالبيع والشرائي والإجارة وسائل الأعمال ويمكن تعريفها أيضا بالأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال المال أنواع المعاملات المالية تنقسم المعاملات المالية إلى قسمين القسم الأول معاملات مالية ريحية وتسمى بالعوادية وهي التي تكون مقابل تمليك شيء ما أو منفعته كالبيع والشرائي والإجارة والرهم والقرض النوع الثاني معاملات إحسانية أو تبرعية وهي المعاملات التي يقصد بها الإحسان والإرفاق مثل الهبا والوقف والعطق والوصايا وغير ذلك نتعرف على دوابط المعاملات المالية في الإسلام وأحكامها دوابط المعاملات المالية في الإسلام شرع الإسلام مجموعة من الأحكام الضابطة لسائر المعاملات المالية بما يحقق نماء المالي وحسن تدبيره وسهلاكه ومن أبرز هذه الدوابط تصحيح النية والقرض في المعاملات المالية عن طريق الإخلاص لله تعالى وابتغاء مرضاته وتجنب المني والأذى والرياء قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى وعيد تصحيح النية والقصد في المعاملات المالية عن طريق الإخلاص لله تعالى وابتغاء مرضاته وتجنب المني والأذى والرياء قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى الإلتزام بالحلال وتجنب الحرام أي أن تكون المعاملات المشروعة أي مطابقة للأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأن تكون في مجال الطيبات وتجنب الخبائط مهما كان قدرها قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا حفظ الحقوق وذلك حرص الإسلام على توثيق العقود وكتاباتها حفظا للحقوق وتفاديا للنزاعات قال تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل الالتزام والصدق في المعاملات الوفاء بالعهود والمواثيق من أجل الأمور التي دعا إليها الإسلام ورتب على من نقذها أو أخل بها صنوف الذن والعقاب تحريم كل ما يذر بالمعاملات المالية كالغش والغرر وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل شروط صحة المعاملات المالية في الإسلام يشارط لصحة جميع عقود المعاملات المالية شروط أهمها لا يطلح العقد إلا بتوفر صفات تالية البلوغ العقل الحرية ملك الشيء المتصرفي الرشد المنافي للتبدير التراضي بين المتعقدين بحيث يتصرف كل طرف دون إكراه ولا إجبار القصد الإنجاز العقد جديا لا للهوان صدور العقد من مالك محل العقد أو وكيله أن يكون محل العقد مباحا ومنتفعا به لا حراما أن يكون محل العقد الشيء المعقود عليه معلوما لدى المتعقدين أن يكون ثمن معلوما إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليسلكم مني كل جديد دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر